موسيقى السلام عليكم اخوان كديرين لبسهلكم فتتح رئيس الحكومة سيد عزيز احنوش يوم الخميس بالمعمورة متحف كرة القدم المغربية على مساحة 200 متر مربع من مقر الجامعة الملكية المغربية المنجج بشراكة بين الجامعة والمؤسسة الوطنية للمتاحف هو مساهمة في حفظ الذاكرة القروية الوطنية وثثمين رصيدها التاريخي وأضاف أن هناك إجمع اليوم على أهمية إنشاء متحف يعيد ترتيب الذاكرة ويعرض تاريخ الكرة المغربية وأساطرها وأنديتها وبنيتها التحتية واعتبر السيد فوزي لقجح أن المتحف يحتفي بمعد مجيد ويشهد على حاضر مليء بالإنجازات التي تشكل مبعات فخر للجامعة المغربية معربا عن سعادته بتخليد هذا الطرط الثامين وتمريره إلى الأجيال القادمة ويهدف هذا المتحف إلى تسليط الطوء على تاريخ كرة القدم الوطنية الذي بدأ سنة 1906 وذلك من خلال عرض صور فوتوغرافية وتحفظ تتعلق بكرة القدم بما يوفر لجميع وخاصة الشباب فوصل التعرف على إنجازات اللاعبين المغاربة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة